السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم جملة من الأخبار في هذا الفيديو نبدأها بخبر أعلنته الأستاذة وفاء الشيدلي على صفحة رسمية الوحيدة على موقع فيسبوك وهي وفاء الشيدلي نقطة الصفحة الرسمية هذه هي صفحة أمتاع الأستاذة وفاء الشيدلي تقول بأنه فمزوز قيادات في حركة النهضة متورطين في ملف آخر أو تحكي على شفها أخرى اللي تذكرها في تدوينتها تحكي على الأحبيب اللوز ونوردين الخادم اللي هو كان وزير شؤون الدينية سابقا تقول تبين من الأبحاث المجرات ضد الأحبيب اللوز أنه هذا الأخير يعني الأحبيب اللوز أسس جمعية الدعوة والأصلاح مع المتحصن بالفرار بقطر نوردين الخادم وقد كشفت الأبحاث أنهما أسس وكالة أسفار مختصة بالحج والعمرة وأسفار الأبحاث أن هناك شبهة لحقهما تتمثل في الاستلاء على أموال المعتمرين بين سنة 2013 و2017 قدرت بـ 940 ألف دينار وعلى إثر شكاية من المتضررين قدمت لوزيرة العدلة التي أذنت للنيابة بالقطب المالي بفتح بحث في الغرض وقد تم ذلك يوم الجمعة 24 مارس 2023 مع الإذن بإجدار البتاقات القضائية اللازمة في بقية الأخبار نرجع لها في هذا الفيديو وهي مثول وزير سابق أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجيني نحكي وعلى نيجي جلول رئيس حزب الاتلف الوطني التونسي نيجي جلول اللي أكد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه مثل أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجيني وتم احتجاز هاتفه الجوال ويقول جلول بأنه مثوله أمام الفرقة هذية كان على إثر ما وصفه بيويشاية كيدية تقدم بها أحد نواب البرلمان الجديد حسب تعبيره وقال للوزير الأسبق في تدوينته واختمها بالجملة تليا قال لن أسكت ولن تخيفوني لأني صاحب قضية هذه كنت تدوينة نيجي جلول على صحته الرسمية في بقية المقالة الأخرى خلينا نحكيه شوي على الوضع على الحدود مع ليبيا اليوم حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزارة الداخلية فيها للحكومة في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت أنها قررت تحط دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس نوزارة هبتت تدوينها رسمية وقالت فيها وأشارتي لاستمرار عمل قطع العساء الأمني الصحراوي التابع لجهز حرس الشريط الحدودي مع تونس من منطقة العساء إلى رقطة الحمر ولم تذكر الوزارة في منشورها اللي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أي تفاصيل أخرى على هذه الدوريات ولا شنوة المناسبة ولا حتى شيء يجيه هذا في الوقت اللي تم فيه الأعلان على إحباط تهريب السلاح من ليبيا السلاح هذا هو يعني بني دقة صيد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أعلن أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بشوشة أتمكنت البارح من ضبط زوز وسائل محملة بسبعتاش بندقية صيد مهربة من القطر الليبي ولكن وحدة الأمنية بتاعنا يعني الدورية على الحدود البرية تفطنوا للعملية هذه يقول بأنه النيابة العمومية أذنت بحجز الوسائل والأسلحة واللي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 170 ألف دينار وزدى تمت إحالة أصحاب الوسائل يعني السيارات أصحاب الوسائل أيضا تمت إحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في بنجردين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه طبعا كل ما هو على الحدود التونسية هو يعني محطة أنظر ويقضى أمنية كبيرة برشا وفي ظل يعني الظروف هذه وخاصة المستجدات يعني الأمنية في ليبيا يقتضي يقضى مستمرة نحكيه على يقضى أخرى ولكن على الحدود الساحلية عملية الهجرة غير نظامية أرقام كبيرة قاعد يتم نشرها اليوم معناها رسمية لإحباط عملية كبيرة متعجرة مجدي الكربعي اللي نائب السابق هو ويسكن في إيطاليا وناشط سيسي وحقوقي أعلن بأنه في 24 ساعة وصلوا إلى إيطاليا في لمبادوزا وصلوا 3-3 حوالي 3-3 شخص فيهم أغلبهم من إفريقيا جنوا بالسحراء وإيطاليا قالت اللي القاوير بهذه وصلت كنت الانتلاق متاحها يعني من تونس اليوم ما زد في تونس المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسين الدين جبيبلي أفاد بأنه الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية قليم الحرس البحري بالوسط تتمكنت في الأيام بين نهار السبت ونهار لحد من إحباط زوز عمليات اجتياز للحدود البحرية خلصة والمتحدث أفاد في البلاغ بأنه الوحدات هذه تمكنت من نجدة وانقاذ 74 مجتيز من جنسية إفريقيا جنوب السحراء بعد ما تعرضت مراكبهم يعني للغرق في عرض البحر وأشار المتحدث بأنه نياب العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم زادة أخبار أخرى تفيد بوصول 43 مهاجر إلى لمبادوزا من بينهم 19 مرأة وزوز أطفال قصر وفم حديث آخر على وفاة 19 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب السحراء عرض البحر في غرق زوز قوارب وأحدث أخرى يعني وأرقام أخرى زادة تم نشرها اليوم بأنه تم تسجيل ثمانية وفية وإنقاذ أحدش شخص في عملية أخرى وتكيد تكون عملية الهجرة غير نظامية بشكل دوري بشكل يومي أرقام كبيرة سواء كان وصلوا أو معناها للأسف يعني يتوفيوا عرض البحر اللي يرحمهم ونعمهم هذي يجي مع مساعي أخرى دبلوماسية وسياسية أخرى من إيطاليا وفرنسا وكل اللي اليوم أقروا بأنه يجب مساعدة تونس فورا لأنه الوضع بالنسبة هما متخوفين منه برشا وحسب القراءات فإنه وفما قراءة مبالغ فيها من طرف إيطاليا بالخصوص يعني حاجات تبالغ فيهم إيطاليا وتخوف برشا في الاتحاد الأوروبي تبقى هذا أنه هذه لازم تكون الكرت اللي تفاوض به تونس مع الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر